أغولو وجدت في كتاب سليم بن قيس عن عبان بن عبي عياش عن سليم قال إني لعند عبد الله بن عباس في بيته وعنده رحت من الشيعة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموته فبكى ابن عباس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وهو اليوم الذي قبر فيه وحوله أحل بيته وثلاثون رجلا من أسحابه إيتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تجلوا بعدي ولا تختلفوا بعدي فقال رجل منهم إن رسول الله يهجر فقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني لأراكم تختلفون وأنا حي فكيف بعد موتي فترك الكتف قال سليم ثم أقبل علي بن عباس فقال يا سليم لولا ما قال ذلك الرجل لكتب لنا كتابا لا يجل أحد ولا يختلف فقال رجل من القوم بمن ذلك الرجل فقال ليس إلى ذلك السبيل فخلوت بابن عباس بعد ما قام القوم فقال هو عمر فقلت قد استداقت قد سمعت علي عليه السلام والسلمان وأبا ذر والمقداد يقولون إنه عمر قال يا سليم أكتم إلا ممن تثق به من إخوانك فإن قلوب هذه الأمة أشربت حب هذين الرجلين كما أشربت قلوب بني إسرائيل حب العجل والسامرية ترجمة نانسي قنقر